الآخر والتسامح هي من القيم الثامية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان لمدى الحياة وليس فقط ضمن أسبوع خاص يخصص لذلك في المدارس وغيرها ضمن محاضرات ودروس هل فعلا نحن نتقبل الآخر أم نسد بوجهه الطريق ونوجه له سهام كلمات جارحة ومسيئة ضيفتنا اليوم هي إنساني مميزي فرغم التحديات والصعاب فرضت حضورها بقوة إرادتها ولدت قصيرة القامة في عائلة دافئة منحتها كل الحب والدعم فانطلقت لمعترك الحياة منتصبة القامة تمشي نحو استقلاليتها وتحقيق حلمها فكان النجاح حليفها أهلا بك إيمان أبو صلاح من بيجان صاحبة بوتيك ملابس دريس أبل هلا فيكي ميعاد وفي جميع المشاهدين كمان أكيد إذا بسألك أنت أكيد تخطيتي هذه المرحلة بموضوع تقبل الآخر ولكن ماذا تقولين للأشخاص الذين يتعرضون للتنمر المجتمعي؟ طيب أول إشي ميعاد أنت بتاع في أنه أنا شخص حربت كثير عشان هذا الموضوع واستنيت اللحظة الملائمة اللي أقدر أطلع فيها وأحكي زي ما لازم وأكتر كمان بس الواضح واللي أنا شايفيته أنه الدنيا مش عم تتغير للأحسن الدنيا عم ترجع كثير لوارا والمجتمع عم بصير فيه أغلاط اللي هي ممنوعة تكون أصلا أنا فكرت أنه مع الوقت ومع السنين ومع أنه تخنولوجيا تقدمت وكل إشي تقدم في العالم حسيت أنه ممكن أن كمان تفكيرنا يكون تقدم للأفضل فمع الأسف مع الأسف اللي عم بسمع وبشوفه اليوم جدا 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 بزاعل كيف عم تشوف اليوم؟ اليوم عم بسمع كثير عن قضية التنمر في المدارس أنه هي موجودة بكسرة خاصة في المدرسة الثانوية كيف أنا فهمت أنه أو أنا طبعا مواكبة هذا الموضوع لأنه كثير بهمني وأنا قلت اللي جرب مش مثل اللي ما جرب وأنا جربت وبعرف قديش الإشي صعب وعشان هيك مش ممكن أسكت شغلي واحد المستحيل أسكت عنه في حياتي هي الظلم يعني هالإشي ظلم وهالإشي حرامي يكون أصلا يعني ممنوع يكون فأنا رح من وجهة نظرك من وجهة نظري مزبوط كيف ممكن أنه نحل هذه القضايا؟ هاي القضية حلها بسيط جدا 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 اللي هو؟ ويريت أنه عن جد قدمة أحكي يش عارفي شو بدأ أقول لك مش عارفي أوصل الفكرة مثل ملازم يعني أن المشعار فين يفهموا علي مثل ملازم الحل بسيط جدا جدا الحل هو الأم والأب الحل هو التربية السلامة والتربية الصحيحة أنا هتحكي لك شغلة أنا ما أقول لك و أرجع بقول ممنوع ربي أولادنا على أنهم يتنمروا ممنوع ربي أولادنا على أنهم يشفقوا في حل وسط في حل أنهم يتعايشوا ويعيشوا ويحترموا أي إنسان من مكان وعلى كل اختلافاته من مكان شو ما كان اختلافه إن كان اختلاف ديني إن كان اختلاف في الشكل إن كان اختلاف في التفكير في السياسة أو في المركز الاجتماعي كمان طبعا أكيد يعني لك عائلة داعمة مساندة هي شجعتك لتوصل اليوم اللي وصلتيله مصبوط أنا عندي عائلة مش بس داعمة ومشجعة ودافئ عندي عائلة أنا بدونة ولا إشي أكيد هاي العائلة هي اللي خلتني أآمن في نفسي هاي العائلة هي خلتني أكون هالقد إنسان صلب إنسان عنده مبادئ وبتخلاش عن المبادئ اللي عايش عليها يعني أعطوني أعيش في مبدأ معين يعني حسسوني إنو منو أنا صغيرة لليوم إنو أنا إنسان يعتمد على أنا إنسان عندي كل إشي خاص بالإنسانية موجود فيه ما عنديش أي اختلاف أنا أنا جدا مختلفة عنك وعنه وعنه بس كل ياتنا مختلفين أنا كلنا مختلفين هاي هاي ما عنديش مشكلفية أنا طبعا أنا إنسان مختلف وبعترف إني إنسان مختلف وبتمنى بشوف حقيقتي إني أنا إنسان مختلف وهالإشي كتير مريحني إنو أنا معترفي لنفسي إنو أنا إنساني مختلفة وبشوف إنو كمان في المجتمع بيستخي يعترفوا أو بيخافوا يعترفوا لنفسي إنو الإنسان إنو نبنأت من مختلفين عن غيره إنو هالإشي مش خلط مش خلط أبدا كان لك العديد من المحاضرات والورشات والدروس هذا الأسبوع مزبوط أشي لمستي؟ صراحة فيش مترح أو فيش زاوية أو فيش فرصة بتجيني إني أجرب أطلع أو أجرب أدخل لأولاد أو لمجتمع لنتخطى لتفكير المعاقلة موجود عنا بقصرش مزبوط هذا الأسبوع كان عندي أكثر من محاضرة في أكثر من مدرسة الإشي اللي أنا عن جد بكتشفه إنو حتى لو ولد واحد أو ثنين فهموا المحتوى اللي أنا بدي أوصله إنو ممكن لقدامي نغير ومش رح أسكت رح أظل أعقائتي وأحارب لحتى عم جد أحس حالي حطيت بصنتي وعن جد نغير لأنو مش مستعدة أسكت كل الاحترام إلك إيمان كل الاحترام أنتي مثل يحتذى به إليوم أنت تديرين بوتيك ملابس وتواكبين آخر صيحات الموضة كيف بدأت فكرة مشروعك هذا؟ مزبوط محلي هو قصة وقصة محلي بلشت فيه إنو أنا صغيرة بحب ستايلينج وبحب الموضة وبحب كل شي زي ما ما قلت إن كل شي ولا أشي مليم لي الحمد لله ولا أشي أنا بشتريه بشتريه وببيعه يعني إنو بحس إنو عندي اكتفاء مجرد إني أشتري وأبيع عندي اكتفاء ذاتي يعني كثير بكون مبسوطة هل واجهتك صعوبات في الأول في أول طريقك لفتح مصلحة خاصة بك؟ صراحة لا أحكي لك ليش لأنه أنا من الأشخاص اللي بنات لحالي مجتمعي أنا بنات لنفسي مجتمع عايشي أنا معاه أغلب المجتمع اللي أنا بناته هو مجتمع بيحترمني وبقدر الإشي اللي أنا وصلت له وخلاتي يشوفوني متل ما أنا بدي طبعا بيشوفوني إنسان طبيعي جدا بيشوفوني إنسان متميز وفتحت محلي والحمد لله يعني المحل ماشي متل ما بدي وكمان أحسن رائعة شو الموضة الدرجة اليوم أنا شفتك كمان تتعاون في تنسيق الملابس مزبوط الموضة الدرجة اليوم أول إشي الشيطة دايما بيبلش في الإحمر زي ما احنا متعاودين دايما الإحمر اللي منقدر نلبق له جلد النمر منقدر نستق معاه إبيا منقدر نستق معاه بيج منقدر نستق معاه كثير أمور بس السنة كانت المفاجأة إنه كمان كان اللون الزهر أو لون الفوشيا كان اللون البني كان اللون الأخضر بكثرة كمان نعم كانت ألوان اللي هي ممكن تكون هي ألوان الصيف بس دخلناها في الشتاء وأنا كثرة مبسوطة الألوان بتجنن كانت السنة والإكسسورات مزبوط الأكسسورات هي طبعا مكملة للأشياء للموضة إن الله رد لقدام رح تشوفوا كثير أكسسورات في المحال وهذا هو في إحدى الندوات والمحاضرات سؤلت من طالبي إن كان من الممكن أن تطلبي أمني واحدة هل كنت ستطلبين أن تكوني أطول إنسانة في العالم؟ ماذا كان جوابك؟ مزبوط صراحة مسألت هذا السؤال قبل يومين بالضبط ومسألته في طريقة جدا عفوية وسؤال ولا مر سألته لحالي فجوابي كان إنه أبدا لا مستحيل أتمنى هيك أمنية عن جد أمنية الداخلية أنا إنه لو معي عصا استحرية كنت غيرت تركيبة عقولي للبشر لأنه نحترم بعض ونطالب في شغلي واحدة كلنا مع بعض نطالب في الإنسانة وهذا هو كل الاحترام كل الاحترام إيمان حبيت أطلب منك هيك ولو كلمي أخيري بتحب تشاركينا فيها بحب أشارككو في شغلي واحدة عن جد أمن في أولادكو ومش بس أمن في أولادكو الولاد هو مش مجرد قطعة أو مجرد إشي بسيط الولد هو كمان هو لازم يقامن في حاله مش بس الأهل قد ما يكون عندك دعم من أهل ومن أصحاب ومن مجتمع كامل إذا أنت مش بناء آدم قوي ومش مقامن في نفسك ومش فخور بنفسك وبتحبش نفسك فما خراش رح يحبك حبوا حالكو كثير 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 إيمان أبو صلاح صاحبة بوتيك أزياء ومتابعة بشغف لأحدث صيحات الموضة شكرا لك على هذا اللقاء المميز ونحييك على شجاعتك وإسرارك على المضي قدما والإبداع في عملك رغم كل المعيقات أو العرقيل اللي بتكون في ضربك شكرا إليك معادة وهي فرصة أقول إن ياريت 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 بصر لي كل دقيقة وكل يوم وكل ثاني أن أقعد معك حبيبتي حبيبتي شكر لإلك حبيبتي أنت حبيبة قلبي أنت بتعرفة أعرف وأنت خلينا نختتم مع بعض حبيبتي